اشتركوا في القناة احب جلالة الملك المفدى بوكيل وزارة الدفاع الامريكي وبقائد القيادة المركزية الامريكية وبمشاركتهما في منتدى حوار المنامة معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالولايات المتحدة الامريكية من علاقات تاريخية راسخة وشراكة وثيقة ترتكز دعائمها منذ عقول طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك أصدقاء وحلفاء مشيدا جلالته بالتقدم المستمر الذي تشهده هذه العلاقات في جميع المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وخاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي ونوه جلالته بأهمية الدور الذي تطلع به الادارة الامريكية في ترسيخ دعائم الامن والاستقرار والسلام الاقليمي والعالمي كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من المسجدات الاقليمية والدولية بالإضافة إلى استعراض أهم القضايا التي يناقشها المنتدى والذي يعد ملتقا محوريا لكبار المسؤولين وصانع القرار السياسي من مختلف دول العالم لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات من جانبه عرب وكيل وزارة الدفاع الامريكي عن اعتزازه بعلاقات البلدين وبالتعاون الوثيق بينهما وبين الشعبين الصديقين مؤكدا الحرص على تعزيزها باستمرار كما أعرب عن تقديره لجهود جلالة الملك المفدة في توثيق روابط الصداقة التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين مشيدا بالدور الحيوي لمملكة البحرين ومساهمتها الرائدة في تعزيز الامن والاستقرار ودعم السلام في المنطقة اشتركوا في القناة